أريد أن أحكي لكم حكاية هذه الحكاية مراراً ذكرتها في برامجي وذكرتها في ندواتي المفتوحة وفي مجالسي هذه الحكاية حكاية معروفة في الآداب العالمية وفي الثقافات المختلفة ومثلما هي معروفة في الثقافات المختلفة في الشرق والغرب فهي معروفة في ثقافتنا العربية أيضاً حكيم مع تلميذه خرج في سفر يقصدان غاية يريدان الوصول إليها وفي الطريق مروا بمدينة وكما تعرفون في الأزمنة القديمة كانت المدن تسور بالأسوار وللأسوار أبواب ويقف الحراس والجند على الأبواب فإن أبواب المدينة تغلق عند المساء وتفتح عند الصباح هكذا كانت أعراف الناس في الأزمنة الماضية وصل هذا الحكيم مع تلميذه إلى تلك المدينة فلما دخل من الباب المفتوح ألقي القبض عليهم لم يفعل شيئاً لماذا ألقي القبض عليهم سلطان المدينة أصدر أمراً من أن الأغراب الذين يأتون إلى مدينتنا خذوهم وضعوهم في الحبس من دون أي سبب حتى التجار الذين يأتون بالبضائع فإنهم يوضعون في الحبس تعجب هذا الحكيم وتلميذه وتلميذه ما الذي يجري فقال الحكيم لتلميذه حاكم هذه المدينة غبي وأهلها أغبياء مدينة في وسط الصحراء تحتاج إلى تجارة التجار وتحتاج إلى الناس يأتون إليها فكيف يشردون الناس وينفرون الناس من المجيء إلى مدينتهم وذلك باعتقالهم وحبسهم في الحبس فالتلميذ قال لأستاذه الحكيم قال ربما عندهم مقصد حكمة قال له هؤلاء أغبياء وسأثبت لك غباءهم الحكيم أخذ يتحدث مع الناس الذين كانوا معه في الحبس ومع الجندي مع حرس السجن ففهم منهم أن الأيام القريبة القادمة ستكون مناسبة ملكية عيد العرش مثلا مولد السلطان مثلا هناك مناسبة ملكية عيد العرش ويبدو أن الجميع يتهيأون لهذا الاحتفال ولهذه المناسبة فقال الحكيم لتلميذه لقد وجدتها أنت لا تتكلم تابعني وافعل كما أفعل فنادى الحكيم على الحرس على الجندي قال لهم لماذا لماذا حبستمونا فأنا قد جئت إلى مدينتكم كي أحتفل بهذه المناسبة الملكية وكنت ناويا أن أصنع للملك ثوبا لم يلبسه ملك من قبله فأنا نساج ونساج ماهر وهذا معي معاوني يعينني في صناعة النسيج فبإمكاني أن أهيئ ثوبا للملك بهذه المناسبة لا يماثله ثوب في شرق العرض ولا في غربها الجند حملوا الخبر إلى مسؤولهم والمسؤول إلى المسؤول الأعلى حتى وصل الخبر إلى الوزير الذي كان مسؤولا ومشرفا على تهيئة مراسم الاحتفال بهذه المناسبة فجاء الوزير إلى الحبس والتقى بالحكيم وسأله عن الذي نقل عنه فقال نعم يا أيها الوزير أنا جئت إلى مدينتكم لأجل هذا الأمر وإني قادر أن أنسج لملككم ثوبا لا مثيل له لم يلبسه ملك من قبل قال ما هي ميزة هذا الثوب قال هذا الثوب لا يراه إلا ابن الحلال فأبناء الزنا لا يستطيعون أن يروا هذا الثوب فقال الوزير عجيب هذا الأمر أتستطيع أن تفعل هذا فقال نعم أنا سأصنع لكم هذا الثوب ولكن أريد المواد التي أصنع منها هذا الثوب فقال له الوزير نحن لا نخرجك من الحبس ربما تكون كاذبا ربما تريد الفرار ماذا تريد من المواد نحن سنجلب ها لك قال أريد مكانا وأريد موادا أنتم لا تعرفونها أخرجوني إلى السوق أنا ومساعدي هذا كي نشتري تلك المواد وإذا كنتم تخافون من فراري فليخرج معي الحرس والجنت إلى السوق حتى أشتري المواد التي أحتاجها وبعد ذلك أعود إلى حبسي وفروا له مكانا كبيرا لأجل أن يضع نول الحياكة النول هي آلة الحياكة فنصب نول نول الحياكة طلب منهم أن يأتوه بنول الحياكة فنصب نول الحياكة وخرج إلى السوق برفقة تلميذه مع الحرس فلما وصلوا إلى السوق كان يقول للحرسيين أنا أدخل إلى الدكاكين وأنا أشتري البضاعة أنتم لا تعرفون البضاعة فكان يدخل مع تلميذه ويخرج من الدكان وهو يحمل شيئا بيده لا يوجد لا يوجد شيء في الحقيقة كان يحمله وإنما يتظاهر بحركة أنه يحمل شيئا الجند يخافون أن يتكلم باعتبار أنه قد أشاع بينهم من أنه سينسج ثوبا للسلطان لا يراه إلا ابن الحلال أبناء الزنا لا يستطيعون أن يروا هذا الثوب تنقل بين الدكاكين مع مساعده مع تلميذه الذي كان يقول عنه من أنه مساعده في العمل واشترى البضائع فعلا كان يدخل إلى الدكاكين يتفرج ولا يشتري شيئا لأنه كان يطلب من الحرس أن يقف بعيدا حتى لا يخاف أهل الدكاكين فرجع من السوق مع تلميذه وهما يحملان كمية كبيرة من المواد كما يبدو من مشيتهما ومن وضع أيديهما وهما يحملان تلك البضاعة السجناء ينظرون إليهم هؤلاء ما جاءوا بشيء السجناء في الأماكن الأخرى لأنهم قد أفردوا لهما مكانا ووضعوا نولى الحياكة كي يقوم بعملية النسج السجناء في الأماكن الأخرى ينظرون إلى هذين الرجلين وهما يتظاهران بأنهما يحملان شيئا ثقيلا وشيئا كبيرا لكن السجناء لا يرون شيئا وكذلك بقية الجند الجميع سكتوا صمتوا قالوا ربما هذه المواد أيضا لا يراها إلا أبناء الحلال وكل شخص قال فيما بينه وبين نفسه يبدو أن الوالدة قد فعلت ما فعلت فسكتوا جميعا الوزير بعث من بعث يسأل عن هذا النساج وصحبه فقالوا له قد خرجا إلى سوق واشتريا بضائع كثيرة وجاء بها إلى الحبس كان الجميع يخافون أن يقولوا من أنهم ما رأوا شيئا لأنهم سيكونون من أبناء الزنا الجميع لم يروا شيئا وكل واحد فيما بينه وبين نفسه هو متأكد من أنه لم يره شيئا ولكنه يخاف أن يقال عنه من أنه ابن زنا بدأ النساج يعمل ولساعات طويلة تحت نظر الجنود وتحت نظر السجناء الآخرين يتحرك مع مساعده يمينا وشمالا إنه يمد الخيوط التي يقال لها السدى هناك سدى في النسيج وهناك لحمة السدى هي الخيوط الأصل التي تنسج عليها اللحمة فكان يمد الخيوط خيوط السدى لا توجد خيوط وإنما بحركة يديه وأصابعه أخذ الآخرون يعتقدون أنه يمد خيوط السدى لكنهم أبناء زنا فلا يرون ذلك والجميع ساكتون مسؤول الحبس جاء فأطل برأسه وقبل أن ينظر إلى ما يفعل هذا النساج سأل الحرس والجنود ماذا فعل النساج قالوا يا أيها المسؤول يا رئيس السجن هذا النساج عجيب ما نساج نسج نسيجا لم نر مثله طيلة حياتنا أطل برأسه ما رأى شيئا قال إن الوالدة قد فعلت ما فعلت فأنا بن زنا هؤلاء الجنود جميعا قد رأوا ذلك فقال مثل ما تقولون جميل هذا الذي فعله النساج هو لا استطيع أن يقول من أن ما رأيت شيئا سيفضح أمام جنده أمام الحرس المسؤول الذي هو أعلى منه أرسل رسولا إلى أهمر السجن ما الخبر قال فإن النساج قد نزج شيئا عجيبا عظيما تعال وانظر فجاء هذا الذي أرسله الوزير ونظر ما رعا شيئا لكنه قال أيضا في نفسه إن الوالدة قد فعلت فعلتها فأنا ابن زنا الجميع قد رأوا لأنه سمع الكلام حتى من السجن يثنون على هذا النسيج الذي ما رأى منه شيئا فرجع إلى الوزير وأخبره بأنه قد رأى النسيج بنفسه ووصفه له مثل ما وصفه له الجند ومسؤول السجن الوزير تشوق للأمر فجاء واستقبله أمر السجن وأخبره بجمال النسيج جاء الوزير ونظر إلى نول الحياكة فما رأى شيئا فعرف أنه ابن زنا وقال لقد فعلت الوالدة رحمها الله فعلت فعلتها وجاءت بي ابن زنا لكنه حبس هذا الكلام في صدره وبدأ يظهر إعجابه بذلك النسيج وأخذ يتحدث مع السجناء ومع الجند والحرس أخذ يتحدث معهم لعله يجد أحدا يقول إنني ما رأيت شيئا رأى أن الجميع قد رأوا ذلك النسيج السحرية العجيب فعرف أن الجميع أبناء حلال وهو وحده ابن زنا فلما رجع إلى الملك وصف له ذلك النسيج العجيب للملك وتمر الأيام إلى أن وصل يوم الاحتفال كل الذين جاءوا إلى السجن من المسؤولين وأطلوا على المكان الذي فيه ذلك النساج ينسج ثوبا للسلطان كلهم ما رأوا شيئا لا يوجد واحد قد رأى شيئا لكنهم مشبعون بفكرة أن الذي لا يرى هذا الثوب هو ابن زنا والجميع يقولون من أنهم قد رأوا النسيج الجميل فكل شخص جاء إلى السجن ورأى ما يفعله النساج خرج يتعجب من جمال ذلك النسيج حتى وصل اليوم الذي يكون فيه الاحتفال وهو اليوم الذي سيلبس فيه السلطان ذلك الثوب وصل يوم الاحتفال وجاءوا يستخبرون الخبر فقال لهم ذلك النساج لا بد أن أذهب بنفسي كي ألبس الملك فهذا الثوب لا تستطيعون أن تلبسوه أنتم تلبسوه فهذا فذهب إلى قصر الملك يحمل الثوب مع مساعده وهو لا يحمل شيئا وكلما مر بأحد من المسؤولين حينما دخل إلى القصر الملكي يظهر تعجبه من جمال الثوب لا يوجد ثوب أصلا وإنما حمل النساج الحكيم في الأصل جانبا من الثوب هكذا خيالا وحمل مساعده جانبا آخر وجاء يسيران حتى وصل إلى الملك الملك نظر إلى أيديهما إنها فارغة فقال لقد فعلتها أمي فعلتها الملك الملكة أمه لقد فعلتها أمي فهل أنا من أبناء العبيد من أبناء الوزراء من أبناء من من الذي زنى بأمي الجميع كانوا يظهرون تعجبهم ويقولون أي ثوب هذا أي جمال هذا لاحظوا لاحظوا تلك النقشة العجيبة شياطي شياطي شياطين العوزة لاحظوا 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 ذلك اللون الجميل في حاشية الثوب انظروا انظروا إلى الأزرار الجميلة لا يوجد ثوب أصلا النساج قال للملك يا جلالة الملك هذا الثوب لا يلبس إلا على جسد عار وإلا لن تظهر ميزته لابد أن تكون عاريا كما خلقك ربك من دون الملابس الداخلية فخلع الملك كل ثيابه فقال الآن سألبسك ثوبك الذي لا مثيل له فبدأ يلبسه الثوب فبدأ يضبط أكتاف الثوب عند المنكبين وبدأ يضبط الأردان وهكذا يهيئ يضبط البدلة عليه الملك يرى نفسه عاريا من دون الملابس الداخلية فمؤخرته ظاهرة ومذاكيره ظاهرة وهو عار بالتمام والكمال من أم رأسه إلى أخمص قدمه وهذا النساج يلبسه الوزير لا يرى ثوبا يرى الملك عاريا ولكنه ماذا يفعل يرى أن الجميع يمدحون الثوب الذين كانوا في المكان الذي يلبس فيه الملك ثوبا أيضا الوزير يبدي تعجبه من جمال هذا الثوب الوزير الأعوان التجار أعيان المدينة حتى زوجة الملك زوجة الملك أيضا تقول له ما أجمل هذا الثوب يا جلالة الملك والملك يرى نفسه عريانا فعرف الملك أن الجميع أبناء حلال إلا هو إنه ابن زنا لأنه هو الوحيد الذي لا يرى ثوبه ويرى نفسه عاريا فانطلق لسانه بمديح الثوب قال نعم إنني رأيت كثيرا من الملوك ورأيت أجمل ثيابهم ما رأيت ملكا يملك ثوبا كهذا الثوب لقد أحسنت وأبدعت يا أيها النساج إنك نساج عظيم وهو يرى نفسه عاريا فقال الوزير يا جلالة الملك حان الوقت أن تخرج إلى الرعية وجاؤه بالعربة التي سيقف عليها يحيي الجماهير الجميع خرجوا بملابسهم بأحسن ملابسهم لكن الملك خرج عاريا من دون ثياب وملابسهم وملابسهم أبناء أبناء حلال وكل الجنود أبناء حلال إلا أنا ابن زنا لا لعنة على أمي الجميع يقولون ما أجمل هذا الثوب أي ثوب هذا الذي يلبسه جلالة الملك سبسرية كنهم يشوفون مؤخرت طالعة ومذاكير طالعة ومرت عربة الملك والوزير يبتعد بعيدا عن ثوب الملك باعتبار أن النساج أظهر لهم أن ثوب الملك عريض فيبتعد الوزير والملكة إلى جواره زوجته تراه عاريا لكنها ماذا تصنع هل تقول له أنت عار فتكون ابنة زنا الملك العاري ظاهر الدبر وظاهر القبل عورته منكشفة يتمنى أن يغطي عورتيه بيديه لكنه كيف يفعل ذلك وهو يلبس ثوبا عظيما والناس كلها تمدح بثوبه إلى أن مر بجنب امرأة تحمل طفلها على كتفها لإزدحام الناس كي يرى هذا الطفل موكب الملك هذا الطفل صراخ قال انظروا إلى مؤخرة الملك انظروا إلى خصيتين فالجميع صاح إنه ابن زنا هذا الطفل إنه ابن زنا أسكتوه فركض أهله عليه وأسكتوه لألا يفتضح أمرهم وهذه المرأة وضعت يدها على فم هذا الطفل كي تسكته لأنها ستكون زانية في نظر الناس واقع الشيعة هو هذا إنكم ترون الحقائق بأمي أعينكم ولكنكم تكذبون على أنفسكم وتكذبون على غيركم دوري هو دور ذلك الطفل الذي صرخ لقد صرخت في أوساطكم وسأبقى أصرخ لن تستطيعوا إسكاتي حتى أموت ذلك الطفل أسكتوه أما أنتم لن تستطيعوا إسكاتي إلا أن يسكتني الموت أو أن يسكتني العجز لابد من سبب قوي هو الذي سيجعلني ساكتا هذا هو واقعنا الشيعي أكاذيب وأكاذيب نحن نرى حقائقها أنتم تشاهدون مراجعكم ما ينطلع بيهم صدقوني ما ينطلع بيهم إلى باب الغرفة ما ينطلع بيهم يفشلون لا يحسنون شيئا تشاهدون مراجعكم غاطسين في الفكر الناصبي كتبهم قذرة أعمالهم قذرة عبر التأريخ وقد عرضت عليكم من الحقائق والوثائق بالمئات والمئات ومع ذلك تضحكون على أنفسكم ويضحك بعضكم على بعض هذه هي حكايتنا حكايتي معكم حكاية ذلك الطفل لكنكم لن تستطيعوا إسكاتي قطعا ليس بقدرتي فأنا أضعف منكم إنما أحسن الظن بإمامي ملتمسا توفيقه صلوات الله وسلامه علي سأبقى أعلنها دائما أشهد أن علي ولي الله لفظا ومضمونا ما كل برامجي هي شرح لهذه الجملة النورية ما كل حديثي منذ أكثر من أربعين سنة وأنا أشرح في هذه العبارة ومن تهيت ولن أنتهي لن أنتهي من شرحها هذا علي علي وهل يستطيع أحد أن يشرح علي هل يمكن ذلك ترجمة نانسي قنقر